نعم نتحدث عن عالم الذكاء الاصطناعي والAI تحديدا مع ضيفنا سيد ماركوس فريتش وهو رئيس التنفيذي لشركة تيرا كوانتوم أهلا ومرحبا بك معنا على الرغم من أنه دائما يضافي أجندة دافوس ما يتعلق بآخر المستجدات كنا نتحدث سابقا عن حرب الروسية الأوكرانية اليوم توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لكن هذا لا يعني أنهم يغفلون في أي عام الحديث عن التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أين أنتم اليوم من مواكبة هذه الأحداث؟ مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من موادع الكبرى والمهمة التي يتم نقشتها في دافوس لماذا ذلك؟ نحن نواجه تحديات عالمية والبعض من هذه التحديات متنامن ومتزايد وبالتالي التكنولوجيات الكبرى المتقدمة فقط بإمكانها المساعدة على حل هذه المشاكل الكبيرة والحثيثة الذكاء الاصطناعي محرك كبير في إيجاد الحلول لهذه المشاكل ونحن نلتمس الموجة الثانية ونتوقع وصول الموجة الثانية للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي على الحواسيب التقليدي وصل إلى حده وبالتالي دمج المحاسبة الكمية الكوانتم كومبيوتينغ تعتبر أمرا مهما جدا إذا تم دمجها مع الذكاء الاصطناعي وهذا ما حط نقاش هنا في دافوس طيب يعني السيد ماركوس ربما هذا الملف الأبرز وتحديدا فيما قمتم به من اتفاقيات مؤخرا وكان لديكم اتفاق مع انفيديا هذه المرة وتعاون في هذا المجال الحوسبة الكمية الهجينة يعني لو تحدثنا أكثر عن هذا الاتفاق وكذلك حجم الاستثمارات اليوم الذي تواجه الشركة نحو مجال الحوسبة الكمية الهجينة نعم لدينا عدد كبير من الشركة وحتى العملاء الذين نعمل معهم مثل HSBC وكأيضا شركات المواد الكيميائية وشركات تصنيع السيارات لأنه لدينا منتجات تجارية جعلنا من الممكن استخدام هذه المنتجات التي لم يكن من قبل استخدامها اليوم لدينا الحوسبة الكمية الهجينة نحن نستخدم البرمجات الحاسوبية الكمية ونقوم بتحريكها من خلال المحاكاة على أجهزة الحواسيب لإطلاق العنان لفرص العمل ومن خلال فعل ذلك نحن نجد بعدد كبير من المستثمرين إلى هذا الفضاء المهم ومنذ التأسيس نحن تمكننا من أن نجمع استثمارات تصل أكثر من 100 مليون وبالتالي نحن أكبر شركة حوسبة كمية عدد موظفيها 300 وبالتالي نحن لدينا أكبر فريق يتحلى بالقدرات والمهارات في مجال الحوسبة الكمية من ضمن آخر أيضا الإنجازات أطلقتم منصة مهمة جدا في عالم ربما التحليل الإخباري قمتم بتسميتها تي كيو فورتي تو حدثنا عما يمكن أن تقدموا للعالم في هذه التقنيات الحديثة شكرا لإتاحة هذه الفرصة لنا لكي نتحدث عن تي كيو 24 هذه المنصة الأولى من الحوسبة الكمية التي تجعل الحوسبة الكمية قابلة للاستخدام من قبل الجمهور لغاية الآن فقط الشركات الكبرى بإمكانها أن تدير برامج حاسوبية محددة عبر أجهزة محددة ولكن من خلال تي كيو 42 أصبحت رؤيتنا كمية خدمة يمكن توفيرها للعملاء يمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية مكتبة مليئة بالخوارزميات التي تفهي بكل غرض وتحليل البيانات الكبرى وبالتالي يمكن اختيار المعايير الخاصة والأجهزة الخاصة التي تريدون استخدامها عليها وتحصل على أفضل أجهزة الحوسبة الكمية ولذلك يمكن أن يكون لديكم القدرات على وصول استخدام منصة تي كيو 42 التي تساعد قدر الإمكان على تحليل الأخبار والبيانات عبر الحوسبة الكمية أو حوسبة المحاكات الخطوة التالية لجعل الحوسبة الكمية متوفرة للجميع ومعتمدة على نطاق أوسع هو من خلال هذه المنصة طيب سيد ماركوس ربما تحدثت في أجوبتك أشرت إلى العدد دلائل بالنسبة لعدد الموظفين لديكم ولكن شاهدنا مؤخرا توجه بعض شركات تكنولوجية لتسريح عدد كبير وربما خطوة قامت بها العديد من الشركات وتحددنا منذ بداية جائحة كورونا اليوم بالنسبة لكم كقوة القوة العاملة داخل الشركة إلى أي مدى يمكن لكم محافظة على هذا العدد وعلى ما يبدو تحتاجون العديد من الموظفين تحديدا في ظل التساع في أعمال الشركة ربما هي خطوة لتقليل المصاريف والتكاليف كيف تقوم الشركة بالنسبة لهذه الخطوات بداية 300 موظف ليس بالرقم الكبير ولكن إذا ما نظرنا إلى فضاء أو مجال الحوسبة الكمية هذا يعتبر رقما كبيرا نحن لدينا أكبر عدد من الموظفين كشركة وسوف نستمر في زيادة العدد لماذا؟ لأننا نعرف أن الحوسبة الكمية عالميا لديها موارد محدودة جدا ليس لدينا عدد كبير من الموظفين المخضرمين والخبراء الذين لديهم الخبرة الكافية والمواهب الكافية في مجال الحوسبة الكمية نحن جاركة يافعة لدينا مكاتب في أكثر من دولة أوروبية وفي أمريكا الشمالية ونحن ننوي أيضا أن نتوسع إلى منطقة الشرق الأوسط لأن هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة لنا وإذا ما كان لدينا الوقت ربما بإمكاننا أن تحدث عن بعض الأمن الخاص بالحوسبة الكمية بالعودة إلى الإجابة على سؤالك حول عدد الموظفين سوف نزيد عدد الموظفين نحن ليس لدينا أي نوايا لخفض عدد الموظفين العكس صحيح نحن نريد أن نزيد من هذا العدد ونحن نسجل نموا ديناميكيا في أعمالنا ونبحث عن المواهب في مجال الحوسبة الكمية ونحن لدينا تيرا كوانتم هذه العلامة التجارية الكبيرة التي بالطبع سوف تزيد من مركزها التنافس عالميا أرجو أن تحجز شاغرا لابني الذي يتخصص في هذا المجال وشكرا جزيلا لك سيد ماركوس بفلتش وعند الرئيس التنفيذي شركة تيرا كوانتم